سهل خير وأهلا وسهلا بحضراتكم يعني كلام كتير طبعا على مباراة امبارح مطب فيوتشر اللي يمكن أسخف ما فيه توقيته يعني الحقيقة بعد التتويق بسوبر في مباراة درامية مباراة ملحمية قول زي ما أنت عايز تقول يجي تعادل غير متوقع وفي مباراة كان مفترض أن السيناريو بتاعها يبقى سهل وبسيط وخصوصا طبعا بعد البداية القوية جدا وبعد التقلق أحمد عبدالقادر اللي بعتبر واحد من أهم مكاسب مباراة امبارح السؤال هو هل الأهلي قسر نقطتين لا بالتأكيد أنه الإجابة لا الأهلي مبارح ضيع نقطتين حد هيقول أنه النتيجة واحدة في النهاية الأهلي فقط نقطتين في مشوار حفاظه أو مشوار استعدته للقب بطولة الدوري البطولة المفضلة لكن الحقيقة الفرق كبير جدا صحيح أن المحصلة أو النتيجة في النهاية واحدة لكن أنا مهم جدا بالنسبة لي الأسباب والأسباب تختلف من خسارة لضياع ليه بقول ضيع؟ لأنه كان في الإمكان جدا كل الفوارق الحقيقة كل الحسابات كل الإمكانيات والسيناريو المباراة نفسه كان يحتم علينا أن نحن نحسم المباراة بدري بدري ونعمل سكور كمان عالي جدا مع كامل الاحترام والتأديل لفيوتشر للعب وشوت تاني ولا أروع وفي نفس الوقت يمكن لسعيدهم على ده أداء الأهلي بشكل كبير جدا لتراجع بشكل غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق والسؤال مرة تانية ليه ضيعنا أو ليه فرطنا في نقطتين في مشوار بطولة الدوري أعتقد أنه الإجابة على السؤال ده مش بس تحل الموقف أو تهدي شوية من الغضب الجماهيري اللي الحقيقة بقى علامة استفهام كبيرة جدا هم نتكلم على فريق عامل إنجاز في آخر 13 شهر مفيش نادي مش في مصر مفيش نادي في أوروبا ولا في أسيا ولا في أمريكا الجنوبية ولا في أوروبا حتى قدر يكرروا فريق في 13 شهر أو في أقل من 13 شهر قدر يحقق أربع ألقاب قرية بنتكلم على بطولتين دوري أبطال وبنتكلم على بطولتين كاس سوبر ومعاهم مشاركة نكحة جدا في بطولة كاس العالم الأندية ومع ذلك صورة عارمة مش لخسارة الفريق في مباراة في الدوري لا لمجرد تعادل ودي يمكن ثقافة الأهلي ودي ضريبة أنك أنت تلعب للنادي الأهلي عشان كده أرجو من نجومنا يقدروا تماما حجم المسؤولية وأعتقد أنه كل الأعذار اللي كان يعني إحنا السالة اللي فاتت كنا منتكلم أو الموسم اللي فات كنا منتكلم دايما على أنه ميسر موسيماني بيعاني كمدير فني يعني في دارته الفريق من مشاكل واضحة وصريحة أولا تعقب المباريات الجدول المضغوط العنيف جدا في كل البطولات اللي شارك فيها النادي الأهلي ثانيا الغيابات بسبب الإجهاد الشديد أو بسبب الإصابات أين كانت أسبابها يعني الغيابات دي في أوقات كتيرة جدا كانت بتبقى مؤثرة على الأوراق اللي بيلعب بيها وبيدفع بيها ميسر موسيماني في كل بطولة مطالب بتحقيق لقبها السنة دي الحاجات دي بعتقد أنها بالنسبة للجماهير ما بقيتش مقبولة إن كان لي أن أتكلم بلسان جمهور النادي الأهلي لأنه التحدي الأصعب أو المشكلة اللي ممكن تكون بتواجه ميسر موسيماني على العكس تماما من الموسم اللي فات المشكلة هي أنك إزاي تجهز كل الأوراق اللي موجودة في قائمة النادي الأهلي وكلهم لو رجعنا مبارح التشكيل اللي بدأ ماتشا فيوتشر وبصنا الأسماء اللي موجودة بره وأقصد باللي موجودة بره على الدكة أو بره القايمة تلاقي أن كل واحد منهم ورقة مؤثرة ومن الممكن أنها تغير نتيجة مباراة الأهم إزاي تكون شحنة بطارياتها إزاي تكون جاهزة إزاي تكون في أحسن وأعلى مستوياتها النفسية والبدنية بتهالي ده التحدي الأساسي أمام ميسر موسيماني في الموسم ده خلينا نتكلم هتكلم مع حضراتكم كتير طبعا على ماتش مبارح والأهم كمان على اللي جاي لأن الظروف دي مشابهة لحد كبير للظروف اللي هتواجهنا قبل ما نروح لكاس العالم ودي بقت بطولة مهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي خليني أفكر حضراتكم بسؤال حلقتنا موجود طبعا على صفاختنا زي ما تعودتوا على السوشال ميديا مين هما من وجهة نظركم أفضل تلات لعبين في مباراة الأهلي أمام فيوتشر لتلعبة مبارح وبتالي السؤال مش هيكون صعب قوي يعني اللي نجحوا أو اللي تميزوا بشكل كبير أعتقد فيه اتفاق كبير عليهم بين جماهير النادي الأهلي أبدأ بقى مع حضراتكم حلقة النهاردة بأهم الأخبار والعنوين في السادسة موسيماني يؤجل سفره لجنوب إفريقيا لحضور قرعة دوري الأبطال والسلية يواصل تنفيذ برنامج التأهيلي فيه الأهلي للتعافي من الإصابة الجهاز الطبي يطمئن على برنامج تأهيل محمود متولي في قطر وانضمام بدر بنون لقائمة منتخب المغرب استعدادا لكاس أمم إفريقيا مدرب نيجيريا مواجهة مصر صعبة وسنقاتل للفوز وكاف يقرر تطبيق تقنية الفار في كاس أمم إفريقيا بداية من دور المجموعات عشان برضو ندي لكل حد حقه أحمد عبدالقادر لابد أن نشيد به ومستوى لأنه حقيقة الرجل ما خدش فرصة وما استغلهاش كأحسن ما يكون وأعتقد أنه مبارح حقيقة يعني أنا بيتهيأ لي أنه الرجل وطبعا القرار في النهاية الجهاز الفني اللي كان بشوف وبتفق مع كل جميل النادي الأهلي في أنه الرجل حقيقة يستحق ياخد فرصة كاملة في الفترة اللي جاية والحقيقة كمان يأكد على كلامنا لما قلنا أن استبعاد أحمد عبدالقادر من تشكيلة كيروش اللي هتشارك فيه أمم إفريقيا والتشكيلة كمان اللي شاركت فيه كاس العرب كان علامة استفهام كبيرة جدا لعب عنده شخصية لعب إمكانياته عالية جدا كتير من المقاومات اللي تسمح له أنه مش بس يكون في تشكيلة كيروش لكن يكون كمان بيضمن مكان أساسي فيه التشكيلة غياب كريم فؤاد مبارح كان علامة استفهام مشاركة عمار في التوقيت ده كانت علامة استفهام محمد مجدي أفشا ومحمد شريف ما بعد المنتخب علامة استفهام حاجات كتير جدا الحقيقة مثلت بالنسبة لجمهور نادي الأهلي أو وجعت جماهير نادي الأهلي أكتر بكتير من ضياع نقطتين في مباراة الأمس خليني أبتدي مع حضراتكم وأدخل في تفاصيل أرعتين كان مفترض فيه أرعة النهاردة زي ما أعلنت رابطة الأندية كان هيتم الإعلام فيها عن أرعة الفرق اللي هتشارك فيه كاسر رابطة لكن الأرعة دي تأجلت ليوم الاثنين اللي جاي كاسر رابطة مفترض أن يبتدي إن شاء الله يوم 12 ويستمر لغاية آخر الشهر الأرعة تأجلت لكن عندنا أرعة بكرة مهمة جدا هي أرعة دوري الأبطال أو أرعة دور المجموعات في دوري الأبطال وكان مفترض أن مستر بيتسو موسيماني هيسافر في أجازة طبعا فرق واخد أجازة أجازة راحة كان مفترض أن هو كمان هيسافر جنوب أفريقيا لكن قرر أن يأجل سفره 24 ساعة لأنه هيشارك بكرة إن شاء الله في صحب الأرعة الخاصة بدوري الأبطال والخاصة كمان بالكونفيدرالية سريعا جدا أطمن حضراتكم على السولية للناس كتير جدا قالت أنه واحد من أسباب اهتزاز مستوى النادي الأهلي مع كامل التأدير والاحترام للسولية قائد وإمكانياته والحقيقة الفترة الأخيرة فهي بشكل كبير بس صعب أنه فرق بحجم النادي الأهلي النجوم اللي موجودين في النادي الأهلي يعني أو أن أداء النادي الأهلي يهتز بسبب لعب أين كان ده مش مقبول لجماهير النادي الأهلي بس إن شاء الله بإذن الله طبعا مع السولية طبعا هو عنده شد من الدرجة المتوسطة في العضلة الأمامية وده طبعا رغم أن الفرق كلها خدت راحة لكن السولية مكمل برنامجه العلاجي اللي هيستمر يمكن حوالي ثلاثة أسابيع وزي ما أكد دكتور أحمد أبو عبلا أنه بدأ بالفعل تنفيذ برنامج علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي وخد بالفعل حقنة بلازمة إن شاء الله تساء يعني تعجل بشفاء ورجوع مرة تالية كمان محمود متولي هي الشد بتاع الإصابة بتاعة السولية تحديدا في عضلة السمانة وإن شاء الله بإذن الله شد من درجة متوسطة وإن شاء الله بإذن الله أسبوعين ثلاثة يعني إن شاء الله يكون جاهز قبل كاس العالم لأندي كمان من الأخبار الخاصة بإصابات الفريق محمود متولي اللي احنا في انتظار عودته ورجوع المستوى لأنه أعتقد هيكون إضافة كبيرة جدا سواء لخط النص أو لخط ظهر النادي الآلي محمود متولي هو الوحيد اللي استمر في قطر عشان يتم الاطمئنان على البرنامج التهيلي اللي اتحطله عشان يتعافى من الإصابة بالتمزق في العضلة الأمامية محمود متولي مستمر في قطر لمدة أسبوعين بيخضع لمتابعة من الطبيب المعالج لي وهو خبير ياباني اسمه صان والمشرف على البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي ليه خبير إنجليزي وهيستمر برنامج ده في قطر لمدة أسبوعين إن شاء الله لغاية لما يرجع محمود متولي بالسلامة هتواصل مع حضراتكم مرة تانية في السادسة وعندي طبعا أخبار تانية بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول في أخبار كده لما بتعرفها بتسمحوا أو بتستقبلها تبقاش عارف تبقى مبسوط ولا تبقى زعلان ومنهم الخبر اللي جاي ده أنا بتكلم طبعا على قبل ما أقول الخبر يعني على بطولة الرعب بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون في ظل الحقيقة انتشار وتهديدات فيروس كورونا اللي بتحصل في الدول الأوروبية وحضراتكم شفتوا وتابعتوا أهم وأكبر البطولات وأحسن الفرق احترازية الممكنة ورغب كده ضربت كورونا بشدة وقدت لحالة دربكة وتأجيل عدد كبير جدا من المباريات وإصابات في فرق كبيرة جدا بالجملة وده يمكن إلى حد ما هنتابع في صحافة النهاردة الصحافة الأوروبية والعالمية توابع ده أو تهديدات ده على الموسم في أوروبا لكن القلق الأكبر بالنسبة لنا هو إفريقيا لأنه الحقيقة مع كامل التقدير والاحترام يعني بعتقد أنه ممكن شوية يبقى حتة الإجراءات الوقائية والاحترازية في بطولة كبيرة زي بطولة أمم أفريقية مش على نفس المستوى من الدقة ومن الانضباط وده الحقيقة واحد من المخاوف الكبيرة جدا في بطولة الأمم اللي جاي على كل أحوال نتمنى السلامة طبعا للجميع كل الفرق المشاركة وكل الجماهير اللي هتحضر في البطولة على رأسها طبعا منتخب مصر وعلى رأسها كمان لعبة الأهلي لزادوا واحد لأنه النهاردة البوسني وحيد خليليو زيتش الموديل الفني لمنتخب المغرب أعلن خلاص الضمام كمان لعب النادي الأهلي بدر بنون لقائمة الفريق وهيشارك مع أسود الأطلسي في أمم إفريقيا عشرين واحد وعشرين أعتقد كانوا كان بدر مع خمس أسماء تانية في القائمة الإحتياطية وتم اختيار بدر بنون وأعتقد مع سوفيان رحيمي ولعب تالت عشان يكونوا موجودين مع أسود الأطلسي في بطولة إفريقيا السؤال هنا الحقيقة وده التخوف الكبير جدا فريق بحجم النادي الأهلي بيشارك منه في مالي أليو ديانج في تونس علي معلول في مغرب بدر بنون بالإضافة طبعا للاعيبة منتخب مصر عدد كبير جدا من اللاعبين نتمنى إن شاء الله السلامة سواء من فيروس كورونا أو من الإصابات أنتم عارفين دائما الكرة الأفريقية معروفة عنها القوة والعنف وإحنا طبعا هنخلص أمم أفريقيا نتمنى المنتخب المصري يتوج بالبطولة ونروح بعد كده على كاس العالم عشان كده هتفضل كل مرحلة من مراحل بطولة جمهير النادي القلبي الأهلي حتى إيديها على قلبها طيب نروح بعد كده الحقيقة لأوجستن إجوافون مدير الفني لمنتخب نيجيري وهو مدير فني مؤقت مش عارفين هل هو اللي هي يوصل معنا للمواجهة الأولى إحنا أول مطشطنا في بطولة أمم أفريقيا هي أصعب مطشط المجموعة المواجهة اللي تتحدد على أساسها صدرت في تقدير يعني صدرت المجموعة لأنه نتكلم عن المنتخبين الأهم مع كامل التقدير والاحترام للسودان أو جينيا بساو بس الطبيعي أنه الصدارة تكون بين نيجيريا وبين مصر الرجل يتكلم على المواجهة الصعبة على حد تعبيره لنصور النيجيريا في أمم أفريقيا واللي هتبتدي إن شاء الله في البطولة يوم تسعة مصر هتلعب مع نيجيريا في أول مطشطها يوم حداشر يعني تاني أو تالت أيام البطولة ودي مواجهة يمكن مكررة لو حضراتكم تتذكروا عشرين عشرة كانت البطولة بتتلاعب في أنجولا وفي الوقت ده طبعا منتخب عشرين عشرة حدس ولا حرج يعني كسبنا نيجيريا في المباراة دي تلاتة واحد المدرب نيجيري في تصريحاته اللي وسائل العلامة النيجيرية قال إنه مواجهة مصر لن تكون سهلة على الإطلاق هتكون مهمة صعبة للغاية وأنا عارفهم كويس لأني واجهتهم مرة كلاعب ومرة كمدرب لكن ما عندناش حاجة لأننا نقاتل أمام منتخب مصر وهنقوم بكل ما في إمكاننا لمحاولة إن إحنا ندرس الفراعنة وطريقة لعبهم والعناصر الفردية في الفريق ومحاولة التغلب عليهم خدوا بالحضراتكم أفكركم برضو الشيء بالشيء يسكر الأول والتاني في المجموعة دي هيلعبوا الأول والتاني من المجموعة الثالثة اللي فيها مين اللي فيها كود ديفور وفيها الجزائر يعني طريقك يا ولدي كله صعب لو المنتخب مش رايح جاهز يعني أنا لاي الحقيقة توقعوا رؤية مش عايزة أقولها دلوقتي هتكلم فيها بعد المشوار أمم أفريقيا عشان ما يبقاش يتقال إنه إحنا بنحبط أو إن إحنا بنهد لكن خلينا نراهن ونقول يعني مستنين كتير جدا من منتخب مصر ومستنين كتير كمان من مدير فني كبير بحجم كارلوس كيروش وأتمنى إنه التوقعاتي تخيب هكون في منتجه السعادة لو ظني ما كانش في محل خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نستكمل حلقة السادسة مع حضراتكم تجربة ليستر سيتي الحقيقة من التجارب المهمة جدا والمقلهمة جدا الحقيقة الفريق مش بس كان صاحب بصمة في أول ظهور لي في البريمير ليج من أكتر من موسم وقدر يحقق اللقب لكن الحقيقة قدر يحط نفسه ويفرد اسمه دايما بين الكبار جاي برينستن مدير الإعراض أو المسؤول عن الإعراض في نادي ليستر سيتي سيكون معنا في السادسة ضيف علينا من خلال فيديو كونفرنس طبعا بداية أهلا بك على شاشة النادي الأهلي وبداية خلينا أقول لك كل سنة بما أنا شاهد شجرة عياد الميلاد وفي ظهرك لازم أقول لك كل سنة وانت طيب بمناسبة عياد الميلاد من الرائع حسنا شكرا جزيلا من الرائع أن أكون معكم هنا في هذه القناعة العظيمة لهذا النادي الكبير يعني بداية خلينا أتكلم عن الموسم الحالي لستر سيتي وأنا كنت بقول في البداية أنه لستر حقيقة من بداياته وهو ولد كبيرا يعني شفنا مع أول ظهور أو مع رجوع للبريمير ليج قدر يحقق اللقب في مفاجأة في المسابعة الأقوى على سطح الكوكب وعلى مدار سنوات قدر دايما أنه يكون بينافس الكبار السنة الموضوع مختلف والعروض والنتائج مهتزئة إلى حد كبير من وجهة نظرك إيه أهم الأسباب اللي عدت لده حسنا في رأيي في رأيي هذا تاريخ عظيم ليبكر في قناة الأهلي ويشاهده الجماهير ولكن وجود لستر سيتي الآن في المركز العاشر في الدوري الإنجليزي هو لا يليق لا يليق بلاعبين رائعين ولا يليق بنادي كبير أنا أعلم ذلك ولكن أنا متأكد أن اللاعبين على قدرة وأن المدير الفني على قدرة من استعادة من استعادة السمعة الجيدة لنادي ليستر في الدوري الإنجليزي يمكن من الحاجات اللي بتتاخد على إدارة ليستر عدم قدرة الإدارة على الحفاظ على أهم نجوم الفريق تتفق ولا تختلف كلم على نجوم زي إنجولوكانتي زي رياض محرز وغيرهم من النجوم طبع حسنا قسم تطوير خاص بالمواهف النادي يخرج لنا العديد من اللاعبين والمواهب التي تمد النادي بالعديد من المصار سواء مكانة مالية أو على مستوى اللاعب ولكن انتقال اللاعبين لأندي أكبر لا نستطيع أن نمنع ذلك فبالتالي أندي كبيرة تطرق الباب وتقول أنا تريد هذا اللاعب وهذا الأمر يعد حلم بالنسبة لللاعب أن يكون نجما وأن يكون معروفا في كل أنحاء العالم كثير من الجماهير بيحملوا براندن روجرز المدير الفني لليستر التراجع اللي حصل للفريق الموسم هل بتتفق معهم وقال في نية عند إدارة تليستر سيتي بتغيير الإدارة الفنية أو المدير الفني في الفترة اللي جاية حسن من رأي من رأي براندن روجرز واحد من أفضل المدير الفنيين في إنجلترا هو لديه قدرة كبيرة على إدارة لليستر سيتي أعتقد أن براندن براندن روجرز مدير فني يحظى بدعم الجميع وأظن أنه سيبقى في الناني من الفرق من وجهة نظرك اللي عندها القدرة على تحيي لقب أو بتنافس على لقب الدوري الإنجليزي بقوة من الآرب للفوز بلقب البريمير ليج أنا أنا أسمع هذا السؤال دوما ولكن هذا الأمر صعب بالنسبة لها اللي أقوم بتحديدي الأمر صعب موسم صعب دوري صعب في يوجد يوجد منشستر سيتي يوجد شيلسي ليفربول لكن وأيضا يوجد منشستر ينايتد في صف المنافسة ولكن الأمر من الصعب أن أخمن أمن سيفوز بالدور الإنجليزي هذا العام طبعا خلينا أسأل السؤال بطريقة تانية هل تتوقع أنه ليستر سيتي مش بس في الموسم ده على مدار المواسم القادمة يقدر يحقق لقب البريمير ليج وإيه اللي بيفتقده من عناصر النجاح ليستر سيتي عشان يعود لمناصة التتويق مرة تانية حسنا دور الإنجليزي دوري لا يصدق الأمر مختلف الأمر مختلف تماما عما حدث حينما فاز ليستر سيتي بالدور الإنجليزي الأمر الآن يختلف يوجد العديد من اللعبين الذين يعتمد عليهم الألدية الإنجليزية وليستر سيتي مدعوم بها ولا يلاعبين بفعل ولكن الأمر صعب نظراً للبطولات البطولات لسه تقام في الفترة القادمة البطولات الإفريقية ولكن أعتقد أن ليستر سيتي يستطيع التغلب على هذا الأمر في المستقبل لو اديتك شيك على بياض شيك مفتوح وطلبت منك أنك أنت تشتري ثلاث لعيبة ينضموا لفريق ليستر سيتي مين الأسماء اللي هتختارها أسناً أنت أنت الآن تتريني أمر صعب أعتقد أن محمد صلاح سيكون على الرأس القائمة وأيضاً العديد من اللاعبين خط وسط الأرسنل الفريق رائع النيني من الأرسنل بالطبع على ذكر أنهم لعبين مصريين ورائعين بالفعل بمناسبة أنت مسؤول الإعراض تفتكر أن تجربة محمد صلاح وتريزي جي ومحمد النيني ومن قبلهم لعيبة مصريين كثير في الدوري زي محمد شوقي وزي حسام غالي وغيرهم من اللاعبين ما ألهمتش المسؤولين عن الصفقات في الأندية الإنجليزية أنهم يبصوا بشكل مختلف لللعب المصري حسنا حينما تقام البطولة إفريقيا في الشهر القادم سنرى تأثير اللاعبين الأفارقة واللعبين المصريين بالتحديد في الدوري الإنجليزي نحن بالفعل نراقب البطولة إفريقيا عن كثب وأظن أن العديد من اللاعبين الأفارقة بعد شهر يناير سينضم للدور الإنجليزي في العوام القادمة لدينا فريق عمل كبير بالنسبة للنادينا يبحث ويرى أمور هؤلاء اللاعبين وأمورهم المالية وعقودهم لأن أظن أن هؤلاء اللاعبين سيكونون قريبا في الدور الإنجليزي سأل سؤال وعتقد في صلب تخصصك كيف تقيم مشاركة لعب أو كيف تقيم مستوى لعب من خلال مشاركته في بطولة مجمعة مثلا زي بطولة الأمم الأفريقية هذه بطولة دولية وبطولة قوية اللاعبون الآن يؤدون أفضل ما لديهم بدنيا وفنيا على الملعب الأمر ليس صعب عن الآن لتقيم لاعب في بطولة كبيرة كهذه ليس الأمر عن طريق الفيديو وإنما عن طريق التحليل وتحليل المهارات نستطيع أن نتفهم موقف مستوى اللاعبين الآن عن قرب حينما نشاهد اللاعب من الملعب سنستطيع أن نقترب من اللاعب أكثر ونرى مدى التزام اللاعب من أهم مركزي وخارج الملعب كذلك أعتقد أن الأمر أصبح سهلا أوسهل الآن نظرا لما حدث في السنتين الماضيتين بسبب فيروس كورونا لكن أعتقد أن أفريقيا الآن لديها مواهب رائعة نستطيع مراقبتها وأخيرا نحن دخلين على المركات والشتوي ممكن نتكلم على احتياجات لستل سيتي أهم السفقات التي تفكروا فيها كادرة نادي في تدعيم صفوف الفريق أعتقد أن النادي أعتقد أن النادي يحتاج فقط لاعبين في أكثر من مركز ولكن هذا رأيي كمشجع كرة قدم وليس رأيي كموظف في النادي ولكن هذا الأمر مجرد أنني متحمس للنادي كمشجع أتمنى أن أرى لاعبين لديهم الحمية ولديهم قدرة أكبر وأعتقد أن لاعبين المصريين لديهم فرصة كبيرة للالتحق بنادينا أعتقد أن خصوصا ناديكم قد أمد الدورة الإنجليزية بلاعبين رائعين من قبل أنا أدعوك لمتابعة بطولة أمم أفريقيا ومن بعدها أدعوك لمتابعة بطولة كاسة العالم الأندية أعتقد أن كثير من اللاعبين المصريين هيثبتوا جدرتهم الحقيقة باللعبة في الدوري الإنجليزي لليستر والغير وبشكرك شكرا جزيلا جاي برانستن طبعا المدير أو المسؤول عن ملف الإعراض في نادي ليستر سيتي خلينا نروح لفاصل ونجعلكم في فقرات الأخيرة وكلمكم كمان على موضوع الفار في نسخة اللي جاية من بطولة أمم أفريقيا في السادسة بس بعد الفاصل طيب سريعا جدا وقبل ما أدخل في الصحافة العالمية خلينا أقول لحضراتكم أن الكاف قرر بالفعل أنه بداية من دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا اللي جاية يتم تطبيق تقنية الفار وده خبر إلى حد كبير طبعا هيكون مريح لكل المنتخبات المشاركة احنا عارفين طبعا أنه واحد من أهم نقاط ضعف منظومة الكرة في إفريقيا هالتحكيم للأسف شديد كان ليه أثار سيئة وكان ليه تأثير مباشر على نتائج كتير من الموباريات وخصوصا في البطولات المجمعة لزي بطولة أمم أفريقيا أعتقد أن الفار بشكل كبير جدا هيسهل ويريح مهمة حكام البطولة إن شاء الله خلينا نروح مع حضراتكم ونحن نقرب كده من المركاتو الشتوي لتغطية ومتابعة الأهم وسائل العالمية التي ركزت بشكل كبير جدا على البوكسنج في الدولة الإنجليزية وكلمت على فوص طبعا فوص كبير لمنشستر سيتي على حساب ليستر وكمان أرسنال بنتاج كبيرة وكلموا كمان على الصفقات المحتملة ومنهم طبعا الصفقة التي أثرت جدل كبير جدا في الأسبوعية الأخيرة انتقال فيران توريس من المان سيتي لبلوغران أو لبارشلونة وخلينا تابعا مع حضراتكم أهم عنوين الصحف وأهم الأخبار والبداية هتكون من عند مركة الإسبانية مركة الحقيقة على لسان فينيسي جونيور مهاجم الريال بيقول بنتي بنتي دوس باسير العنود الريال مدريد يعني سنة عشرين وعشرين هتكون سنة ريال مدريد وأعتقد طبعا أنه إلى حد كبير جدا الريال قدر أنه يستعيد جزء من توازنه وخصوصا مع الكلام على رغبة أنشلوتي في تدعيم الملكي بعدد من الصفقات المهمة جدا خلال المركات وشتوي أغلبها توقعات يعني ورؤية بتقول أنه أغلبها هتكون صفقات دفاعية تعالج أوجه الخلل سببها غياب سلجي راموس ورفايل فران طبعا عن صفوف المرينجي في بداية الموسم من المركة هنروح لسبورت الأسبانية فران توريس يعيس تاكي يعني فران توريس وصل إلى هنا وبالفعل فران توريس خلاص في اللمسات الأخيرة لانتقاله لبرشتونة في محاولة طبعا من البرسة لعلاج مشكلة غياب أجويرو اللي أعلن عن قرار اعتزاله في ضربة صعبة جدا وخصوصا طبعا بعد رحيل الأرجنتيني لينلمس من صفوف البرسة بيعقدها تشابي على فران توريس عشان يقود هجوم البرسة من سبورت الأسبانية هنروح للموندو دي بورتيفو اللي اتكلمت برضو الحقيقة في غلفها الرئيسي على الأسماء اللي ارتبطت ببرشتونة في الفترة الأخيرة يعني حضراتكم لو شفتوا الغلف الرئيسي هتلاقوا ثلاث أسماء كانت الحقيقة عليها كلام كتير جدا كلام على مهاجم منشستر يونايتد وطبعا إيرلينج هالند اللي كل عنديت العالم عندها رغبة في أنها تشتري مهاجم بروسيا دورتموند وفران توريس طبعا مهاجم المان سيتي اللي تم انتقاله بشكل رسمي لبرشلونة والكلام عن مصير إيرلينج هالند أو إيدنسين كافاني هيحسن فيه خلال الأيام اللي جاية بس أعتقد قدوم فران توريس للكاب نو بيقضي بشكل كبير جدا وخصوصا مش بس عشان مركز اللاعب لكن كمان عشان إمكانات البرسة المادية بيقضي تماما على سيناريو قدوم إيرلينج هالند أو إيدنسين كافاني إلا في حالة رحيل رقم سبعة اللي حضراتكم شايفينه والكلام على عثمان ديمبلي مهاجم فرنسا طبعا أو مهاجم أو جناح البرسة وعثمان ديمبلي الحقيقة طبعا ما نقدرش نقول أنه نسخة برشلونة هي نسخة بروسيا دورتموند لأنه الحقيقة فيه فرق كبير جدا ونتيجة إصابات متكررة ما ظهرش أو مداش عثمان ديمبلي المرضود المتوقع منه في صفوف البرسة ورغم كده الحقيقة فيه رهان كبير جدا على عثمان ديمبلي من إدارة برشلونة لاستمرار مع الفريق ويبدو أن الإدارة شايفة أن الصفقة شبه محسومة رغم أن التعاقد مفترض أنه يتم تجديده في خلال أيام لكن فيه عروض مغرية جدا 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 تم تقدمها العثمان ديمبلي عروض تكاد تكون وفي بعض العروض يمكن منها أهمهم وأبرزهم عرض نيو كاسل يونيتد لعثمان ديمبلي يمكن يكون أربع أضعاف الراتب السنوي اللي بيحصل عليه ديمبلي في البرسة نتكلم على عرض بخمستاشر مليون جنيه سترليني راتب سنوي أعتقد أنه عقد ديمبلي في البرسة لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة مليون سترليني على أقصى تقدير فهل يبقى أم يرحل وفي حالة رحيله من الوارد جدا أن يكون فيه صفقة بديلة لعثمان ديمبلي في برسلون من الموندو دي بورتيف ونروح لسان سبورت اللي كلمت طبعا على أوت أوف توك أو أوت أوف توماس طوخل اللي هي مرتبطة بمبارات أو فوز شلسي في دوري الإنجليزي وتصريحات توماس طوخل اللي تهم الحقيقة القائمين على منظومة البريمير ليج بأنه هم ماشيين عكس الطيار وبيؤثروا سلبا على البطولة وبيؤثروا بشكل مباشر على مشوار البلوز اللي كان عندهم رغبة كبيرة جدا طبعا في تحقيق لقب البريمير ليج ومازالوا يعني أعتقد أن هم مازالوا في الصورة ابتعدوا إلى حد ما طبعا بعد أكتر من نتيجة سيئة أو نتيجة سلبية وعروض اهتزت في الفترة الأخيرة لكن اللي يشوف الدرس اللي قدمه تشلسي في الموسم اللي فات وأنه يجي من بعيد جدا وأنه يحقق لقب دوري الأبطال بعد تولي توماس طخل المسؤولية يقول أنه ما فيش شيء مستحيل في كرة القدم جولتنا نروح فيها من سانسبورت للكيب الفرنسية العنوان الرئيسي طبعا كان على الفئرانج اللي حضراتكم شايفينها أو الإشارة برتقالية ما بين الأحمر وما بين الأصفر وده كله مرتبط بوضعات الاستعداد اللي خدتها معظم البطولات في أوروبا بسبب الكورونا فيروس وعلى حد التصريح اللي بتقول طبعا أنه فيه احتمالات كبيرة جدا أنه عدد كبير من المسابقات مش بس الدوريات الكبيرة لكن عدد كبير من المسابقات والأنشطة الرياضية تتوقف في الأسبوع اللي جاية بسبب ضربة فيروس كورونا وتكلمت على البوكسنج دي طبعا في الدوري الإنجليزي وتكلمت أنه يوم الاحتفالات والصورة طبعا للمان سيتي اللي حقق أفوز عديد جدا بنتيجة ستة بيبي لا يرحم الحقيقة على حساب ليستر سيتي من الكيبي الفرنسية هنروح للكورياري دي الاسبورت الإيطالية واللي تكلمت طبعا وركزت يمكن الصحيفة الوحيدة اللي تكلمت بشكل كبير على بطولة أمم إفريقيا وتأثيرها على الدوري الإيطالي عم نتكلم على الدوري الإنجليزي يمكن تأثير ما يكونش كبير قوي آه فرق المقدمة هتتأثر زياد شلسي عنده اتنين لعيبة زياش مش رايح زياش تم استبعاده من قائمة المغرب فبالتالي مندي بس اللي هو يروح مع السنغال ليفر بول طبعا مانيه صلاح نبي كايتا هم اللي هينضموا لكن هم اتكلموا على الدوري الإيطالي تحديدا وقالوا ان فيه 23 لعب أساسي من لعبي الأندية اللي بتلعب في الكلشو هيشاركوا بالفعل فيه بطولة دوري أو بطولة أمم أفريقيا وبالتالي الدوري الإيطالي هتلقى ضربة قوية جدا من كورياري دي السبورت نروح ونختم جولتنا مع توتو سبورت الإيطالية اللي تكلمت طبعا على اليوفي وعلى فرص اليوفي في المسابقات المحلية وعلى طبعا أغلب أو أهم الصفقات في الفترة الجاية في ظل طبعا محاولة اليوفي تدعيم صفوفه ومحاولة الميلان والإنتر ان هم يحافظوا على فرصهم في تحقيق اللقب دي كانت حلقة النهاردة من السادسة وعلى كل خير نقابل حضراتكم بكرا ان شاء الله على شاشة الأهل تحياتي لكم